بعد ما تكلم عن تفرد المسيح المسيح العجيب بصراحة هل توجد شخصية في كل التاريخ تشابه يسوع المسيح؟ طبعاً الكل يقر مستحيل مفيش طب السؤال الثاني ليه بترفض يسوع المسيح؟ ليه بترفض الطريقة الإلهية؟ الإعلان الإلهي؟ ليه بتركب تركيبات بشرية دينية عشان تبرر نفسك وبتقود نفسك للهلاك الأبدي وهل الله يقاء يناقض نفسه؟ لازم يكون فيه صح وغلط لازم يكون فيه حق وباطل لازم يكون فيه نور وظلمة إذا قال المسيح أنا هو نور العالم فإذا كل شيء عدى المسيح هو في الظلمة لكن دعوة المسيح لكل واحد مننا وفينا أن نأتي إلى النور إلى النور الحقيقي نور يسوع المسيح السؤال هل في اسم في كل هذا الوجود مثل اسم ربنا يسوع المسيح وبأي اسم يستطيع الإنسان أن يخلص وبأي اسم تستطيع أن تخرج الشياطين وبأي اسم تستطيع أن تشفي المرضى وبأي اسم تستطيع أن تنال غفران الخطايا وبأي اسم تستطيع أن تنال الحياة الأبدية كتبت إليكم أنتم المؤمنين باسم ابن الله لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية قال يسوع الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة عجيب في اسمه عجيب في طبيعته عجيب في عمله كل ما هو في هوية شخصية المسيح عجيب عجيب في ولادة ولادة عذروية عجيب أنه هو الوحيد معجز أخلاقي لا توجد فيه خطية الذي لم يخطئ هو الوحيد اللي تمت فيه النبوات هو الوحيد اللي عنده الطبيعتين الإلهية والإنسانية هو الوحيد اللي قام من الأموات هو الوحيد اللي مات عشان يكفر عن الخطايا إنه عجيب في حياته في طبيعته في أخلاقياته في تعليمه في معجزاته طب السؤال مين صنع معجزات أكتر من المسيح؟ مين عاش حياة كاملة أكتر من يسوع؟ مين علم تعليم فريدة متميزة أفضل من يسوع؟ قل لي يعني بيحكوا عن سقرات سقرات يعني وصل لظلال لكن إذا بتقرأ كل شخصيات التاريخ إلى يومنا لا يوجد حكيم أو معلم أو فيلسوف أو نبي علم مثل يسوع المسيح لأنه علم بحياته صراحة أنا بستنى منك الجواب ومن فضلك أدخل على صفحة نور لجميع الأمم وقل لي إذا في أي شخصية أخرى تتميز أو تتفرد مثل يسوع المسيح وأنا مستعد أنه ممكن نعمل حلقة ونرجع نتكلم لأيه الأسباب لأنه عارف أنه ما فيه جواب أنا عارف أنا قرأت الأديان وقرأت مقارنات الأديان بحب أأكد لك لا توجد أي شخصية تشبه يسوع المسيح اشتركوا في القناة